ترجمة نانسي قنقر المهارات اللازمة للإحاطة بعمليات الاستزراع السمكي في البيئة المحلية والخارجية وتعريفهم بجميع التحديات التي قد تواجههم في الظروف التي تتطلب منهجاً خاصاً وطرقاً علمية وعملية للتعامل مع أليات استزراع الأسماك خصوصاً تلك المتعلقة بدرجة الحرارة والملوحة في المزارع السمكية ونوعية الأمراض التي قد تصيب الأسماك وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تشجيع ودعم الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي لما يشكله من عنصر مهم في توفير الأمن الغذائي إلى جنب الاهتمام الحكومي بضرورة دعم الكفاءات البحرينية وتهيئة الأرضية أمامهم من أجل الانطلاق في مشروعاتهم الطموحة التوقيع اليوم مع تمكين على برنامج الاستزراع السمكي برنامج طموح لتدريب 15 من الراقبين في الانخراط في هذا البرنامج من الجنسين وأيضاً من الشركات العاملة في هذا المجال هذا البرنامج هذا الدفع الأولى وهناك دفعات قادمة أيضاً طبعاً يكون هناك تدريب داخلي عملي ونظري وأيضاً تدريب خارجي طبعاً لا شك مثل ما تعرفون أن موضوع الاستزراع السمكي يلعب دور أساسي في موضوع الأمن الغذائي بالذات ما يتعلق بالثروة السمكية فأحنا حقيقة هناك توجه للتركيز على هذا المجال ورفق نسبته في السوق المحلي دعم تمكين في هذه المبادرة بشكل أساسي بهدف دعم الشباب البحريني وتطوير مهاراتهم وعدادهم حق أنهم يخضون في هذا المجال النوعي صراحة وطبعاً مجال الأمن الغذائي الآن لا توجه كبير ونبي شبابنا البحرينيين كلهم مستعدين حق هذا المجال على أكمل الوجه ترجمة نانسي قنقر